نجح النائب عادل العسومي في الفوز بمنصب نائب رئيس البرلمان العربي للمرة الثانية على التوالي بعد انتخابات جرت في مقر الجامعة العربية بالقاهرة وجاء فوز العسومي على تسعة منافسين بجدارة ومن الجولة الأولى وينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة سعادة النائب عادل العسومي أهلا ومرحبا بك سعادة النائب بداية نبارك لكم هذا الفوز بمنصب نائب رئيس البرلمان العربي ولو توضح لنا ما الدور الذي يقوم به البرلمان العربي في خدمة القضايا العربية وماذا يعني لك كبرلماني بحريني للتو خرجنا من تجربة التصويت في الفصل التشريع الخامس في مملكة البحرين من هذه التجربة وأنت حزت أيضا مقعدا نيابيا في هذه الانتخابات ماذا يعني ذلك للبرلمان البحريني مساء الخير ربي العزيز وساء الخير لجميع المستمئن مشاهدين مشاهدات طبعا كل فخر من مملكة البحرين هي الدولة الوحيدة اللي حفظت على مقعدها في هيئة مكتب برلمان العربي من خلال منصبنا برئيس البرلمان العربي طبعا نحن نعمل في البرلمان البحريني على تفقد بالمسير البحرينية في تعمل قضايا البحريني بشكل خاص والقضايا العربي بشكل عام طبعا نهن جلالة الملك وصفو رئيس الزراء وصموة لأهد وكل شعب البحرين بهذه المكان المتميزة التي الآن يحصل عليها النائب البحريني نحرص دائما عن نكون في مركز متقدمة في الهيئات والمساسات البرلمانية الإقليمية والدولية لكي نقوم بدورنا الأساسي في الدفاع عن القضايا الوطنية البحرينية والقضايا العربية مثل ما قلت أن دور البرلماني أساسا هناك دور داخل البلد ودور خارجي الدور الخارجي يأتي من خلال تفعيل العمل البرلماني داخل هذه المؤسسات المهمة التي تتسبلنا قضايا استراتيجية سواء إغليبيا أو دوليا فنحن كبرلمانيين بحرينيين نحرص أن نكون في المقدمة ومحظت اليوم مملكة البحرين من تقدير بعادة ترشح الشخص الوحيد في هيئة المكتب ويأكد أن نحن في مملكة البحرين نسير في الاتجاه الصحيح لدعم القضايا العربية ما تقوم بهذه المؤسسات الإغليمية والدولية هو تبايا قضايا مهمة تمس الدول المنظوي لها فنحن كبرلمان عربي نعمل دائما على تفعيل عمل عربي المشترك والدفاع عن القضايا العربية بالذات القضايا الجهرية والدفاع عن أي استهداف يامس الأمم العربية أو أي دول عربية طبعا هذه النتيجة أو هذا الفوز يعتبر فوز البحرين كله هو تشرف أن أحمل هذه غاية مرة أخرى بتسكية مهمة من أعضاء البرلمان العربي وإن شاء الله دوم نحرص على خدمة البحرين وهذا أكبر شرف نحفظه شكرا جزيلا لك من القاهرة سعادة النائب عادل العسومي